بعد أشهر من الحشود العسكرية التركية على الحدود مع سوريا السلطات التركية بدأت باتخاذ إجراءات احترازية مع نهاية شهر أيلول وهي المدة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق في حال لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة مع الولايات المتحدة الرئيس التركي وقبيل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن بلاده ستقسم ظهر تنظيم يبيجيل إرهابية عبر خطوات ستتخذ شمال شرقي سوريا حسب وصفه أردوغان أكد أن بلاده أنهت استعداداتها على طول الحدود مع سوريا وذلك من أجل تنفيذ خطة إنشاء المنطقة الآمنة بدورها أعلنت ثلاث ولايات تركية متاخمة للحدود السورية حظر كافة الفعاليات مثل المسيرات والمظاهرات والاحتفالات وبحسب موقع ترك بريس فإن كل من ولاية ماردين وغازي عنتاب وشان لأورفا أعلنوا في بيانات منفصلة أن الحظر سيستمر داخل حدودهما الإدارية لمدة 15 يوما إلى 30 يوما وزارة الصحة التركية قالت إنها أجرت عملية نقل لعشرات الأطباء من 11 ولاية تركية إلى ولايتي شان لأورفا وغازي عنتاب فيما أرسلت جيش التركي خلال اليومين الماضيين دعماً لوجستياً إضافياً لقواته على الحدود السورية ترجمة نانسي قنقر